اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية مع معالية سيد أيمن الصفل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك على هامش عقاد أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار الملامح وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الاقليمية ومجالات التنسيق المتواصل تجاه التحديات والمستجدات الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر الاجتماع ساعدة سيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسية